السلام عليكم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأحب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتقبل الله منكم صلتكم حديثنا الليلة عن آفة اللسان أمسك عليك لسانك أيها الإنسان أمسك عليك لسانك لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يريد من عباده المؤمنين أن يكونوا في سلم وسلام وأمن وأمان لهذا ربنا أراد أن يراقب كل منا أعضاءه كل عضو من أعضائك لابد أن تراقبه لأن العمل الذي يقوم به هذا العضو من الجسد أو ذاك قد يكون خيرا وقد يكون شرا فقد أوحى الله تعالى للإنسان في كتابه أن أعضاءه سوف تتحول يوم القيامة إلى شهود عليه هكذا يصف القرآن الكريم يوم القيامة هناك المحكمة الإلهية وهناك الشهود والشهود لن يكون من عامة الناس بل يكون من أعضاء الجسد كما قال الله تعالى اليوم نختم على أفوههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون فالإنسان في هذه الدنيا ليس حرا حرية مطلقة وإنما هو مسؤول عن كل أعضائه وعن كل تسرفاته ومن بين الأعضاء المهمة التي يمكن أن تتسبل الإنسان في المتاعب هي عضو اللسان أعظم عضو من أعضاء الجسد ممكن أن يرفعك إلى الأعلى وممكن أن يهوي بك إلى الأسفل ممكن أن يكون سببا في دخولك الجنة وأنك تتناعم بنعيمها وممكن أن يكون سببا والعياد بالله في إلقاء صاحبه في النار إنه اللسان اللسان وفي زماننا هذا كثر القيل وكثر القال وقد يقع الإنسان فيما لا يحمد عقباه إذا لم يضبط لسانه لهذا نريد أي الأحباب الكرام نريد أن نتعرف عن حقيقة هذا اللسان وعن دوره في الحياة جاء في الحديث الشريف عن سفيان ابن عبد الله البجلي هذا الرجل الذي كان يبحث عن الدين وكان يخاف من الله رب العالمين ويبحث عن الوصايا فقال يا رسول الله مرني بأمر أعتصم به فقال له يا عبد الله قل ربي الله ثم استقم أوصاه النبي الكريم بهذه الوصية قل قل ربي الله ثم استقم فسأله فما أخوف ما تخاف علي فالنبي الكريم بمدى سوف يجيبه إنه يخاف عنده عنصر الخوف فالمؤمن من علاماته أنه يخاف لا يخاف من الزمن ولا من الفقر ولا من المخاطر ولا من السلطات وإنما يخاف من الله قال يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي فأخذ النبي الكريم بلسان نفسه وقال بهذا سيدنا النبي اجبض اللسان بيلو من الفمو وقال لي من هذا أخاف عليك فكان النبي الكريم يخاف على الأمة بكاملها بسبب هذا اللسان لأنه لأنه به قد قد يقع الخصام والتفرق بين الزوج والزوجة به قد يقع النزاع بين الجماعة به قد يقع الصراع صراع الحروب وصراع بسبب هذا التهافت والتلاسن النبي الكريم وهو معلم البشرية حدثنا عن حركة هذا العضو سلبا وإجابا فقال في مواضع متعددة قال أمسك لسانك فإنها صدقة تصدق بها على نفسك فالإنسان الذي يمسك لسانه هذه في حددته صدقة بمعنى اضبطه لا تجعله يأخذ حرية في الكلام اللامسؤول وإذا قمت بهذا الأمر فإنما هي صدقة تتصدق بها على نفسك أيها الإنسان اللسان نعمة ومنحة وذلك لمن استعمله فيما خلق له في ماذا خلق اللسان خلق أولا لذكر الله اللسان إنما خلقه الله تعالى ليكون ميسرا لذكره فاللسان ليس فيه عظم هو لا يتعب كل أعضاء الجسد تتعب إلا اللسان لا يتعب أبدا وقد خلقه الله تعالى من أجل الذكر أولا أذكر الله ذكرا كثيرا ثم خلقه الله تعالى لتلاوة القرآن فربنا عز وجل أمرنا كثيرا بأن نقرأ كتابه وأن لا نهجره ثم خلقه الله تعالى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم خلقه الله تعالى للقول الجميل للقول الحسن كل قول جميل وكل قول حسن وكل قول لطيف وكل قول يجمع بين الناس ويؤلف بين القلوب هذا هو دور اللسان فإذا لم يستطع الإنسان أن يقول هذا الكلام فليمسك عليه لسانه أسكت واحفظ عليك لسانك ففي هذه الحالة اللسان نعمة ومنحة أما إذا أطلق الإنسان لسانه أطلق له العنان وبدأ يستطيل به على أعراض الله وأعراض البشر وبدأ يتكلم في حرمات الله وبدأ يطعن في الناس وبدأ يذكر عيوبهم ويستعرض سيرتهم ويقول فيهم كلاما فحشا يضرهم هذا اللسان سيتحول من نعمة إلى نقمة وسيتحول من منحة إلى محنة ولهذا التحذير جاء من أن الإنسان عليه أن يمسك لسانه فكان من حسن إسلام المرأي قملة كلامه ومراقبة لسانه هذا من وصايا النبي الكريم كان يصف كان يقول بأن الإنسان إذا كان مع الجماعة مع الناس عليه أن ينتبه للسانه حتى قال من حسن إسلام المرأي قلة كلامه لا يتكلم كثيرا إلا إذا كان الكلام في ذكر الله أو فيه منفع فحفظ اللسان هو من الإيمان النبي الكريم لما جاءه صحبي وقال له أوصني قال احفظ لسانك فقال له وهل نحن نحاسب على هذا اللسان قال ويحك وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا بسبب حصائد ألسنتهم من الأسباب الكثيرة التي تجعل الناس يرمون في النار والعياد بالله يوم القيامة هو اللسان أنه كان يتكلم كثير وكان يطعن في هذا ويسب هذا وينتقد هذا بغير حق ويقول كلاما جارحا في الناس فهذا سببه العياد بالله يكب على مناخرهم في النار فربنا عز وجل قد يعذب اللسان بعداب لا يعدب بقية الجوارح لأن حتى في العذاب هناك كل جارحة من الجوارح كل عنده مشكله في الفرج كل عنده مشكله في البطن كل عنده مشكله في العين عين زيغة كل مشكله في الأدن يتجسس كل واحد فينا عنده الجوارح لكن اللسان هو الذي يتعذب كثيرا حتى جاء في الحديث أن الله تعالى يعذب اللسان بعذاب لا يعذب به شيئا من الجوارح فيقول هذا اللسان يقول أي ربي عذبتني بعذاب شديد لم تعذب به أحدا من الجوارح فلماذا فيقول له الله تعالى خرجت منك كلمة فبلغت مشارق الأرض ومغاربها سفك بها الدم الحرام وانتهب بها المال الحرام وانتهك بها الفرج الحرام وعزتي وجلالي لا أعذبنك بعذاب لا أعذب به شيئا من جوارحك لأن بسبب اللسان الكلمة الكلمة قد تبني وقد تعمر وقد تجمع الشمل وهناك الكلمة الأخرى الفاسدة قد تحرق الدنيا وقد تفرق بين الناس وقد تتير الضغائم ونحن نعلم بأن معظم الطغاة في العالم عبر التاريخ أحرقوا العالم بالحروب والفتن بسبب الكلام كلمات لم يستطيعوا أن يكونوا ديبلوماسيين لم يستطيعوا أن يصلوا إلى التفاهم وكان هناك الكلام الجارح والقوي والعنيف والذي ترتبت عليه سراعات كثيرة وتأذى به أناس كتر فجميع أعضاء الجسد يدور صلاحها على صلاح اللسان وقد جاء في الحديث إن لسان ابن آدم يشرف على جميع جوارحه كل صباح كل صباح كل صباح هذا اللسان يشرف على الجوارح فيقول لهم كيف أصبحتم فيقولون أصبحنا بخير إن تركتنا صور أن الأعضاء ديالك اللسان يقولون كي أصبحتوه كي يبغي يعرف الأحوال ديالهم يقولي أصبحنا بخير إن تركتنا يقولون الله الله اتقه فينا ويقولون إنما نتاب ونعاقب فيك اللي تقولي أنك نتحرق ولكن نتجازع باللسان وكذلك الرجل وكل الجسد إنما نتاب ونعاقب فيك لكنت أيها اللسان مستقيم تقول كلاما طيبان تصلح بين الناس تنصح بالخير فإننا نتاب بفضلك ونتنعم وإما إذا كنت تدخل إلى النميمة والغيبة وتطعن في الناس وتفرق بين الجماعات فإننا نعاقب بسببك لهذا سيدنا النبي لما سأله الصحابي الجليل أبو در قل أوصني قل عليك بحسن الخلق وطول الصمت فوالذي نفس بيده ما تجمل المتجملون بمثلهما أبو در الغفاري هذا الصحابي كان يبحث عن الأخلاق الجليلة يريد أن يتمسك بها لذا دائما يقول يا رسول الله أوصني زيدني زيدني شي وصية أطهد الوصيتين عظيمتين نحن كنا محتجن إليهما عليك بحسن الخلق وطول الصمت لأن الإسان لكان صامت كيكون حكيم وسيدنا لقمان الحكيم كان قال الصمت حكمة وقليل فاعله الصمت حكمة وقليل فاعله حتى إن لقمان لما سئل كيف صرت حكيما يا لقمان قال بكثرة الصمت وطول التأمل لقمان الحكيم لم يكن حكيما في الأول كان عبدا من العبيد وكان يشتغل بيديه ولكنه كان طويل الصمت وكان كثير التأمل ففتح الله عليه الحكمة فسار قاضيا بل سار كبير القضاة عند بني إسرائيل في ذلك الزمن حتى نقب بلقمان الحكيم وكرمه الله في كتابه العزيز بأن أفرد الصورة بكاملها سمها صورة لقمان سر قوة لقمان هذا هو الصمت فالكلام إذا كان فيه اللغو وكان كلام دي لبعض الناس البطالين ما عندهم لا شغل ولا مشغلة كيبقوا يتكلموا في الغيبة وفي النميمة وكي يتكلموا في أشياء ما عندها منفعة هذا الكلام إذا كثر إنه يوجب قسوة القلب كتلقى بعض الناس قلب قاسي ما كيرحمش إذا سولتهم كيف السبب كتلت الكلام في ما لا ينفع وهذا كان عند الأديان سابقة مثلا كالقوا السيد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام من الوصاية الذهبية التي كان يصيبها أتباعه كان يقول لا تكثروا الكلام في غير ذكر الله فإن الذين يكثرون الكلام في غير ذكر الله قاسية قلوبهم ولكن لا يعلمون وهذا كان من تربية المسيح عليه السلام للحواريين الذين كانوا في زمانه وقد جاء في الحديث بأن العبد يأتي يوم القيامة بحسنات أمتال الجبال فيجد لسانه قد هدمها عليه كلها صور إنسان يجي يوم القيامة يجي بالصلاة والصيام والحج والعمراو والإحسان والتكافل والسلط الرحيم عدد كبير للحسنات أمتال الجبال لكن يأتي اللسان فيهدمها لأنك في واحد الآفة كان يقول كلام لهو سيء وكان يطعن وكان ينمم وكان وكان وبالعكس قد يأتي العبد يوم القيامة بسيئات أمثال الجبال فيجد لسانه قد هدمها من كثرة ذكر الله تعالى صور أن الإنسان دير سيئات ولكنه مع هذا كان اللسان دياله ككثر من ذكر لأن مربط الفرس وأن مفتاح النجاة هو أن الإنسان يربي نفسه على كثرة الذكر حتى إذا ما وقع في سيئة أو في دنب يأتي اللسان فيهدم هذه السيئات ولو كانت مثل الجبال ما هو اللسان؟ اللسان ما هو إلا كلمات كلمات مجرد كلمات فالكلمة مسؤولة لابد أن نعي كيف نتعامل معها ورب كلمة نابية أدت إلى خصومة شحال من كلمة نابية جارحة نستخصب بسببها والآن المحاكم ممتلئة بالنزاعات بسبب الكلمات ورب كلمة جافية فرقت شمل أسرة إذا بحثنا عن أسباب الطلاق وهي كثيرة غلقوا معظمها وحد الكلمة جارحة نطقت بها الزوج أو نطقت بها الزوجة أو أهل الزوج أو أهل الزوجة هذه الكلمة هي السبب ما كلا مشكل مادي ولا مشكلة هو كلام بالعكس رب كلمة طيبة جمعت شملا شمل واحد آديته وجاءه استقبلك بكلمة طيبة قال لك ما كين باس لك لم لقلتي فيها را كين تعب الصح هاربيرا لساترنا وقد تقول لك كلمة حلوة كيقدري يجمع الشمل رب كلمة طيبة جمعت شملا ورب كلمة صادقة أدخلت إلى الجنة إذا كيقول كلمة صادقة خصوصا إليك الإنسان كيشتغل في واحد القطاع اللي هو كتابها الأحدث العامة خصي يكون صادق على الإنسان على أن ينظر الكلام لغادي يقول هل هذه الكلمة ترضي الله أم أنها تسخطه وخصي كل كلام للإنسان إليك أنك تكلم في شأن العامة خصي يكون كلام صادق وهي كل كلمة دي للحق وتنادي بالعدل وتنادي بزرع الخير وتنادي بإطفاء نار الفتنة اللي كيتكلم كيتكلم على هذا القضايا إقرار الحق بين الناس إقرار العدل والمساوات بين الناس إقرار مبادئ الخير بين الناس وإطفاء الغضب وإطفاء الفتنة لأن هذا القيم تبني للمجتمع وحدته وتؤكد له قوته ولكن عنده كلمة مسموعة لابد أن يقف ضد الظالم لمصلحة المظلوم وعليه أن يقف ضد المبطلين لمصلحة المحقين وعليه أن يقف ضد المستكبرين لمصلحة المستضعفين الكلمة دي للحق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عقب بن عامر قال لي يا رسول الله هذا كلام شعل في الخوف من نجات من هذا قال النبي الكريم النجات أن تمسك عليك لسانك أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك قال لي لك تغطي الفتن والناس يقول وقيل وقال وكل واحد معجب برأيه أشغن دير قال لي في مثل هذه الحالة إذا عم هذا الأمر بين الناس في المجتمع أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك دخل دارقس ذلك الباب واهتم بنفسك الخطايا ديالك وخلي الخلق للخالق السؤال الذي نريد أن نجيب عنه أيها الأحباب الكرام والذي فيه المنفعة وهو كيف نحافظ على ألسنتنا كالك يقول لك أنا ترتهر أنا كانت تكلم بزاف كان بغير نمسك اللسان ولكن هو بحل الأفعى كالخرج وكالتك يتكلم كالك يقول لك أنا أنا كان بغير نمسك اللسان وكان نوقع في الغيبة أو في النميمة كالك يوقع في الشتائم كالك يغضب زوج مع زوجها غير كيوقع عليهم الغضب وما كيعرفش اللسان دياله واش كيخرج حتى كي سالي عاد كيندم وكي اللي كيدخل مواقع التواصل الاجتماعي وكي بقي انتقد في السياسة العامة وانتقد في الجميع وكي يقول كلام صواب ولكن قد يقول كلام كثير غير صواب فيه طعن في في ذمة الناس هذا اللسان كيف نحافظ عليه أيها الأحباب الكرام نحافظ عليه أولا علينا أن نزن الكلام قبل أن نخرجه قبل ما تخرج الكلمة أوزنها أولا في عقلك وفكرك قل واشهد الكلام حسن أم قبيح إلا كان هذا الكلام حسن نقوله حتى كله رباح وإذا كان الكلام فيه قبح غير النسكت لأنه غير جلب لي المشاكل أما إذا وقع عليه شك وشهد الكلام حسن أم قبيح من الأفضل أداعه لأن السلام أولى نقلب غير الحسن الكلام الحسن الأمر الثاني أن الإنسان يراقب ربه دائما نحسب بأن الله يراقبنا نائما نشعر بالمراقبة الإلهية وأن الله معنا ونتذكر قوله أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون ما تقولش أنا أنا أتكلمه ونا حر ونا في زمن الحرية وخاء عندك القدرة ولكن لا أراك إن هناك مالك الملك رأى السلطة العليا رأى عند الله رب العالمين والله تعالى يحصي علينا الكلام الحسن ربك ينميه وكيكون فيه الخير والبركة والكلام السيء رأى ربك يكتبو علينا وكيحاودي حسبنا أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون لذا قال بعض العارفين بالله قال إذا تكلمت فاذكر أن الله يسمعك وإذا سكت فاعلم أن الله تعالى ينظر إليك ويرك وبذلك لا يتكلم الإنسان إلا في خير كذلك لكي نحافظ على ألسنتنا علينا أن نتعود المحاسبة نحاسب أنفسنا على ما مضى فالإنسان كلما قال قولا أو تكلم في مجلس يراجع نفسه ماذا قلت بالأمس ماذا قلت مع فهذا المحاسبة مهمة كتجعل على نفسك حسيب ينظر في كلامك ماذا أردت بهذه الكلمة وللكلمة لما وسط الآخر ماذا أردت فيه قد أكون قد جرحت كرامته قد أكون قد أسأت إليه ربما لو قلت غيرها كان أحسن إبقى الإنسان دائما يحاسب نفسه ويصحح أخطاءه ويستفيد منها حتى يعود نفسه على الكلام الحسن دائما نحاسب أنفسكم قبل أن تحاسبوا نعود أنفسنا على القول الجميل وعلى القول الطيب مجرد تربية مليك التأود تقول الكلام الحسن وكتنقي كتنقي وكتطغر لسنديالك راك يصبح مستقيم كان وحد الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إن الشرائع الإسلام قد كثرت علي أخبرني بشيء أتبت عليه وأتشبت به ما هو ده الشيء الذي أوصاه به النبي الكريم قليل بغضت حال سهلة الشرائع دي كتير لكن الصلاع والصيام والقيام وتلوة القرآن وسنة الأرحام وكتير بتشيء حاجة سهلة نعود بها مزيان مع الله قال له أشيء أشيء قل لي لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله حافظة على هذه إذا حفظت على أن اللسان ديالك يكون رطبا بذكر الله ما تخافش لاش كتعود نفسك تقول كترة الذكر كتقول الاستغفار كتقول التسبيح التسبيح والتكبير كتقول الكلام الحسن الكلام طيب تأمر بالمعروف تنعني المنكر يصير هذا عادة عندك لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله وقد قال الله تعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن وقل لعبادي يقول التي هي أحسن من نكون مع الجمعة من قل في كلام الحسن من قل ما هو أحسن صيغة مبالغة لأن الكلام اللي هو حسن وأحسن كي جمع ولا يفرق يبني ولا يهدم وكي خلي الناس كلهم متحب فيما بينهم وجميل جدا أن الإنسان يتخذ له صاحبا أو صديقا شوح الدرجل صادق لنا الصاحب صاحب الصاحب ربما قد ينبهني قد أقع في أخطاء فيحصي علي عيوبي وينبهني على ما وقعت فيه من أخطاء وإذا زدت في القول أو تسرعت فيه أو ينبهني لأن الإنسان هو ضعيف من نفسه وقوي بإخوانه هذه أيها الأحباب الكرام باختصار شديد هي الطرق التي يمكن بها أن نحفظ ألسنتنا فاللسان إما أن يرفعك إلى الأعلى وإما أن يضعك إلى الأسفل وعلينا أن نستعد للقاء الله الذي قال فيه جل جلاله اليوم نختم على أفوههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبهنا على أخطائنا وأن يرشدنا إلى فعل الخير وأن يجعل ألسنتنا رطبة بذكره بالصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة